البيع والشراء من الحاجات الضرورية ودخول الأسواق أصبح عادة شبه يومية عند كثير من الناس ويكثر في الأسواق اللغو والكذب والغش لهذا كان للشرع آداب أرشد إليها عند دخول الأسواق منها تجنب مساوئ الأخلاق من النزاعات والخصومات وارتفاع الأصوات غض البصر عن المحرمات الحذر من إيباء الناس بما قد يحمله من أدوات حادة كالسكين أو معدات وآليات البعد عن الغش في السلع والميزان التسامح والصدق والأمانة في المعاملة يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقه فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما تجنب الحلف في البيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة البعد عن الاحتكار واستغلال حاجة المشتري تجنب الإصراف والتبذير في الشراء الحذر من الانشغال بالبيع والشراء عن ذكر الله والصلاة في أوقاتها قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر